شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ومن المدنيين وبموجب البروتوكول سيقوم صندوق الاسكان الاجتماعي في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي وفقا للمتاح لديه للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقود ومصاب العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وذلك تأكيدا للدور الاجتماعي ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة على أن يكون تعاقد مستحق الوحدات السكنية محل هذا البروتوكول على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقري وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقدا على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي